ثم إذا أردت الرجوع إذا أردت الرجوع إلى موضوعنا الأساسي وهو صلاة الليل فعليكم بدراسة موضوعها وبابها لكي تكونوا على الطلاع بها لتبدأوا بها معاهدين الله على أن لا تقطعوها أبدا معلم العلم أنه يمكن قباؤها وسنعتبر أن صلاة الليل شعار ما يسمى أو ما يسمون بالتيار الصدري فمن تركها ترك التيار ومن استمر عليها استحق الاستمرار مع هذا التيار الجهادي الناطق ولا أحيد عن ذلك ومن أراد الخيانة ويمكن أن تقوم بها علنا في المساجد فيمكن أن نقوم بها علنا في المساجد وغيرها واعلموا أنها لا يؤتى بها إلا فرادا وإلا كانت بدعة كما تعلمون وعلى طلبة الحوزة العلمية تكفُّل من أراد فعلها لكي تكون شوكةً بعين الظالمين وسكينًا يقطع والسن الكذب والدجل ولا يشترط بها أن تكون في وقتٍ معينٍ من الليل فأما أن تكون وكبدايةٍ بعد صلاة العشاء مثلًا أو قبل صلاة الفجر لكي نحصل ونُداوم على الواجبة أيضًا أقصِد صلاة الصبح مع الليل فنجمع خير الدنيا والآخرة وأعلم أن العدو سوف لن يسكُت لكن الموت في سبيل إحياء هذه الشعيرة هي الشهادة بعينها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر